اشتركوا في القناة ولي الأمر وقد سمعنا فتاوى بعدم جواز ملاحقة هؤلاء وتتبعهم وقتالهم لأنهم مجاهدون وأنهم يريدون إخراج الكفار الذين يقاتلون المسلمين في البلاد الأخرى كالعراق فما هو الرأي الصحيح في هذا وفقكم الله عانكم الله أنتم في جهاد أنتم في عملكم عانا في جهاد لأنكم تريدون من ذلك منع أهل الباطن والحفظ على الأمن على الأنفس والأعراض والأموال فأنتم في جهاد عانكم الله ويكتب لكم أجر المجاهدين وفي طاعه ولأمر المسلمين فعملكم هذا عمل جليل جدا فلا يكون عندكم شك أم من ليفتوا بأن هذا جهاد من هم ليفتوا هذا هل هم معتبرون أو من الرعاع والمجهولين ما هم علماء الأولاد هل أحد من العلماء المعتبرين أفتى بأن هذا جهاد أبدا هذا من الكذب هذا ليس جهادا هذا معصيه لله ولرسوله واستباحه لمحارم المسلمين وخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين كل هذه معاصي كبائر والعياذ بالله أليس هذا من الجهاد هذا نعم هذا من في سبيل الشيطان أو في سبيل الله لأن هذا معناه ضرار بالمسلمين وأما إخراج الكفار ما هو بإليكم إخراج الكفار عند ولي الأمر هو اللي يعطيهم الأمان ويدخلهم لمصالح يحتاجون إليها ويطلعهم إذا انتهت مدتهم والرسول يقول أخرجوا اليهود من جزيرة العرب هذا خطاب لولاة الأمور ولذلك لم يخرجهم إلا عمر رضي الله عنه ما أخرجهم الناس فاللي يخرج الكفار هو ولي الأمر واللي يدخلهم هو ولي الأمر من صلاحيات ولي الأمر وهم ما جوا إلا نحن جبناه المصالحنا ما جوزات جاءوا مستدعون لقيام بأعمال إما سفارات وإما شركات وإما المسلمون جابوهم للمصالح وقد أخذوا الأمان والعهد بالدخول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة رواه بخاري وإن ريحها ليوجد من سبعين سنة هذا وعيد شديد فاللي يفتي بأن هذا الجهاد هذا ليس بعالم إما أنه عالم ضلال كان عنده علم وإما أنه جاهل مركب لا يدري ماه الجهاد إِذَا لِلَّهِ نَعَمْ نَعَمْ ترجمة نانسي قنقر